اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عاد تزويد المحطات لنسقه الطبيعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم بعد اقرار تعليق اضراب سواق الشاحنات الذي نفذوه يوم امس واول امس وجاء قرار تعليق الاضراب على اثر جلسة تفاوض تواصلت لحدود الساعة الثانية صباحا بين وزير النقل وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنقل ومنظمة الاعراف حيث تقرر على اثر هذه الجلسة اصدار ملحق تعديلي يقضي بصرف الزيادة المتعلقة بسنة 2012 لسائقية الشاحنات وفي اطار الاضرابات كذلكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي ان اعوان السلك الاداري والتقني بوزارة الصحة سيدخلون في اضراب عام اول اسبوع من شهر افريل القادم في حال تم اقصائهم من سحب الفصل الثاني من النظام العام للوظيفة العمومية بما يتناقض مع الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام تونسي للشغل ووزارة الصحة ورئاسة الحكومة امكانية دخول اعوان السلك الاداري والتقني بوزارة الصحة في اضراب عام في افريل القادم في حال عدم الوصول الى اتفاق واضح مع سلطة الاشراف بخصوص الفصل الثاني من الوظيفة العمومية سيكون الاضراب خلال الاسبوع الاول من شهر افريل ارجو ان لا نصل الى ذلك السلك الاداري والتقني بوزارة الصحة يشكو عديد الاخلالات همها تعينات الاخيرة بالوزارة التي رأاها البعض بعيدة عن الكفاءة والخبرة وتعود بالاساس الى الولاءات للاسف نجد اطراف اليوم ليست لها اي دراية بالخدمة الصحية معينة ولكن نجدها على رأس المؤسسات وذكرت على سبيل المثال ولو خبي ديوان الاسرة والعمران البشري نحن نريد متصري في الصحة العمومية لعندهم الكفاءة كانوا يتحملوا مسؤوليتهم في نهوض بقطاع الصحة بعيدا عن الولاءات مهما كانت الاحزاب لان الحكومات ستتعاقب ولكن المؤسسة ستطبقى لصالح العام ولصالح تونس وكان وزير الصحة محمد صالح بن عمار قد شدد بالتزامه تطبيق الاتفاقيات المبرمة حول الفصل الثاني المطلب الكبير هو انه يدخلوا تحت الفصل الثاني وهذا انا قبلت النواب وتحدثنا احنا وياهم والنواب اغلبهم اللي قبلتهم ومن الممثلين مجلس الدستوري لا ينسي موافقين على هذا بحيث المطلب هذا يعني بيحاول الله في طريق الانجاز ويعني احنا لكل عائلة وحدة مهما يكون انتمائنا للمنظمة زايد والعامر انا ما ندخلش في الاعتبارات هذه اما المطلب محقق وبيحاول الله بشي يتحقق والناس كل ما تفق عليه هذا الفصل الثاني ونعتقد لموقف الوزير الحالي زادة كيف كيف يأكد على التزامه بالاتفاقيات الا انه الالتزام الشفوي وبدون المرور الى تضمين السلك الاداري وباقي الاسلاك ضمن مشروع القانون نعتبره شي غير مقبول بالمرة اضربات متتالية منذ اكثر من ثلاثة اشهر في القطاع الصحي يلوحوا بمزيد تعطيل الخدمات الصحية وبتعطيل المرفق العام للمواطن اكد وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح اليوم خلال مائدة مستديرة حول معايير اختيار اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة اكد ضرورة اقامة حوار بين كل الاطراف المدني ونواب المجلس التأسيسي والجمعيات الناشطة في مجال العدالة الانتقالية لضمان مصداقية الهيئة خلافة وتراشق بالتهمي كانت جزءا من نقاشات بمائدة مستديرة حول معايير اختيار اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة حيث تساءل احد المشاركين فيها عن مصير العدالة الانتقالية وجدواها في ذل وجود اطراف تسببت في انتهاكات ومظالمة عديدة ومورطة في الفساد على حد قوله ومقابل هذه الخلافات قدمت بعض الجمعيات مقترحات حول معايير اختيار اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة لتأسيس هيئة قادرة على مجابهة الماضي ورد الحقوق لأصحابها وكشف الحقائق لابد كذلك نعمل من جلسات استماع للمترشحين مش نعرفوهم ونقفوا على مؤهلاتهم الحقيقية عند الاستماع اليهم ونسي لهم بعض اسألة شنو يتصوروا دورهم داخل هيئة الحقيقة والكرام وكيفاش يتصوروا بدوره اكد وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح ان تكوين هيئة للحقيقة والكرامة تؤدي دورها على اكمل وجه يتطلب حوارا بين جميع الاطراف من مكونات مجتمع مدني وجمعيات ناشطة في مجال العدالة الانتقالية الوزارة يعني وفرت الفرصة هذه بمناسبة المائدة المستديرة وفرت للمجتمع المدني فرصة النقاش والحوار حول هذه المعايير حتى يستمع يعني اعضاء المجلس الوطني التأسيسي لرغبات ولي يعني ربما اوجه نظر مختلفة وكل هذا سيساعدهم في الوقت اللازم على اختيار افضل المترشحين امل كثير معلقة على هيئة الحقيقة والكرامة لكن جدوى هذه الهيئة مرتبط بدرجة اولى بأعضائها وبمدى توفر شروط الترشح لعضويتها من كفاءة واستقلالية وحياد ونزاهة الوضعية الكارثية لمراكز الايقاف دفعت وزارة الداخلية الى اطلاق مشروع يعمل على تحسين الظروف داخل هذه المراكز بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبهذه المناسبة اكد رئيس الرابط التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبدالستار موسى ان تطبيق هذا المشروع يبقى رهين الامكانيات المادية والبشرية للدولة تعيش مراكز الايقاف منذ الثورة وضعية متدهورة حيث يتعرض الموقفون الى شتى انواع الانتهاكات منذ الاعتقال وحتى موثولهم امام القضاء امر دفع وزارة الداخلية الى اطلاق مشروع بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الاحمر يعمل على تحسين الظروف داخل مراكز الايقاف انطلق المشروع بإعطاء دورات تكوين تحسيسية لأعوان الامن بلغت قراب 850 عون وإطار في 2013 2014 حاليا بصدد اعداد الميزانية لتحسين غرف الايقاف من اكل من يعني المبيت متعل الناس الاشخاص اللي محتفظ بهم القوانين المتعلقة بتنظيم عماليات الايقاف وبالتحدد تنقيح فصول المجلة الجزائية المعروضة حاليا على المجلس التأسيسي تعتبر من بين اهداف المشروع رغم الانتقادات الموجهة اليه من قبل منظمة هومين رايتس ووتش المشاريع تول المقدمة أمام المجلس التأسيسي تتعلق بإعادة النظر في الفصل 13 مكرر من المجلة الجزائية المشروع هذه يكون خطوة أولى ولكنها خطوة غير كيفية لأنه ما هوش مشروع شامل ما هوش مشروع معنتها يقنن بصورة واضحة كل هذه الضمانات من جهته أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالسطر بن موسى أن تطبيق هذا المشروع يبقى رهين الإمكانيات المادية والبشرية يمكن زيادة حتحبلها هذه مش ريوم ولغود ويحبلها على المدال المتوسط والبماحة البعيد لأن هذه إمكانيات تطلب إمكانيات مادية وبشرية تطلب تكوين أيضا تكوين الأعوان تكوين هذا ندوى على كل حال هامة ولكن غير كافية اعتراف وزارة الداخلية بوجود انتهاكات داخل مراكز الإقاف وسعيها لإيجاد الحلول خطوة مهمة لتأحسين ظروف هذه المراكز لكن نجاح هذا المشروع يبقى مرتبط بتوفير ميزانية تساعده على تحقيق أهدافه أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم وفي بيان له عن استنكاره الشديد لما جاء في تصريحات مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي ناجيب مراد لإحدى الإذاعات الخاصة والتي احتوت على العديد من الإساءات من خلال الكشف عن قائمة قال إنها تمثل ديون مصنف لمؤسسات اقتصادية لدى بعض البنوك التونسية واعتبر أنها عملية نهب لأموال الشعب بحسب تصريحاته وأدن الاتحاد في بلاغ رسمي هذه التصريحات واعتبرها استمرارا لاستهداف أصحاب المؤسسات وتشويهم وشيطنتهم من جهتها أكدت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم إنما أدل به ناجيب مراد يعبر عن موقفه الشخصي بصفته عضو في لجنة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي وأن تصريحاته لا تعبر عن موقف الحركة وكتلتها في التأسيسية واجدت الحركة احترامها لرجال الأعمال والهيئات الممثلة لهم حسب نص البيانة صرح الأمين العام لطلبة تونس مؤتمر البناء والنوار أنه تم إلغاء الانتخابات بالمجالس العلمية لهذه السنة بقرار من وزارة التعليم العالي بتعلة موجة العنف في الأوساط الجامعية متهما النهضة بالتواطؤ مع أطراف أخرى لافتعال المشاكل داخل الجامعات لتعطيل الانتخابات الانتخابات بالمجالس العلمية لهذه السنة بقرار من وزارة التعليم العالي أثارت حفيظة الاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء حيث اتهم الاتحاد النهضة في افتعال المشاكل لتعطيل الانتخابات تصلنا بسلطة تشراف صار هناك انعقاد مجلس الجامعات وتم إلغاء الانتخابات إلى السنة المقبلة بإتعلة أنه لهذه السنة هناك مناخ غير ملائم وهناك عنف إلى غير دائم فما اتفاق ما بين الوزير السابق سيد المنصف بن سالم والمنظمة الاتحاد العام تونس للطلبة أنه لا تصير انتخابات في هذه السنة لأنهم يعرفوا أنه إذا كان يصير انتخابات يصير انتصار ساحق في السنة الثالثة على التوالي وهذا ما يخدم برنامج السياسي كما كذب الاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء خبر تعرض الأمينة العامة لاتحاد طلبة تونس مؤتمر رد الاعتبار للاعتداء بالعنفة مشيرا أنها قد أصيبت بانهيار عصبي عكس ما صرح به الأمينة العامة المساعد لمؤتمر رد الاعتبار أحمد الذوادي خلال لقاء إعلامي على قناة تونس في يوم الحادث اللي هو كان يوم سبت الأمينة العامة توجهت إلى كليتها المرسمة فيها لإجتياز امتحان عادي إلا أن أمام قاعة الامتحان مجموعة مقربة من حزب العمال هي اللي قامت بالاعتداء عليها وتم نقلة مباشرة إلى المستشفى وصرت لها حالة غيبوبة وكانت تحويجها مقطعة لم تتمنع تدعليها أصلا هي فيها بعد معدتك زمان تاحها وروحت في الفوائي جيتها معناها انهيار عصبية هزو لسه إن شاء الله تكون لاباس ومكون عليها ضغط نفسي وروحت لكن مجموعة هتعون هذا وصرح وائل نوار أن مؤتمر البناء بصدد التحاور مع أطراف من المؤتمر الموازي مشيرا إلى إمكانية أن يكون بينهما مشاريع مشتركة من أجل توحيد الاتحاد وفي صفحتنا العالمية أكدت شرطة نيويورك اليوم انهيار مبنى في حي هارلم بشرق نيويورك بعد سماع دوي انفجار ما أصفر عن اندلاع حريقة وقال متحدث باسم الشرطة إن المبنى انهار عقب الانفجار من دون إضافة تفاصيل فيما سرع رجال الاطفاء إلى موقع الحادث وفدت وسائل أعلام أمريكية أن 15 جريحا سقطوا على الأقل مشيرة إلى أن الانفجار يبدو مريبا لقوته البالغة ودى الحادث لتعطل حركة متر الأنفاق الشمالي القريب من موقع الانفجار حيث تسقطت بقايا من الحطام على المحطة أفد رئيس وزراء مالتا جوزيف موسكات رئيس الوزراء الليبي المقال علي زيدان قذ في مالط ساعتين في وقت متأخر من يوم أمس عندما توقف طائرته للتزود بالوقود مشيرا إلى أنه أجر محادثة قصيرة مع زيدان قبل أن يغدر إلى دولة أوروبية أخرى لم يسمها وكان النائب العام في ليبيا قد أصدر قرارا بمنع زيدان من السفر لضروعه المفترض في قضايا فساد مالية ويفكر أن المؤتمر العام الليبي كان قد سحب الثقة من زيدان يوم أمس وقرر تكليف وزير الدفاع برئاسة الحكومة مؤقتا حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد تجمع اليوم عشرات الألاف في اسطنبول للمشاركة في جنازة فتن يبلغ من العمر خمسة عشر عاما ما تجرع إصابة في رأسه أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد الصيف الماضي بقنبلة للغاز أبقته في غيبوبة داخل المستشفى لمائتين وتسعة وستين يوما خبر موت الفتى الذي تحول إلى رمز لقمع الشرطة أجج الوضع من جديد في تركيا حيث عمت المظاهرات يوم أمس مختلف المدن التركية ما أسفر عن تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت مدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود وتأتي الاحتجاجات الجديدة في وقت حرج توجه في حكومة أردوغان فضيحة فساد كبيرة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقرر نهاية الشهر الجاري بهذا الخبر المشاهدين نصل إلى ختم نشرتنا نلقاكم في موعد إخبارية اللحقة